وقعت مصر مع دولة البوسنة والهرسك اتفاق تعاون في عدة مجالات بهدف التعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتفاهم بين البلدين وقال محافظ القهرة خالد عبد العال ان توقيع اتفاقية التآخي يعكس عمق العلاقات بين البلدين وتطلع القهرة وسريف لزيادة مجالات التعاون مؤكدا ان الوفد سيطلع خلال زيارته على نتائج ما شهدته مصر من نهضة حديثة على مدار العشر سنوات الماضية من جنبها توجهت عمدة مدينة سراييفو بن يمينة كرايتش بالشكر لمصر على الدعم الذي قدمته لبلدها في الظروف الصعبة مؤكدا ان هذا الاتفاق يعد خطوة على طريق تعزيز التعاون بين العاصمتين